السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا يأتيني سؤال حول الإضافات التي أستخدمها مع محرر بجوال ستوديو كود طبعا هي كثيرة إذا كنت سأقوم بتقسيمهم إلى عدة فيديوهات وفي هذا فيديو إن شاء الله سوف نتطرق إلى سبعة منه نبدأ بأول إضافة وهي البروجيكت مانيجر إذن هذه الإضافة تسمح لنا بالانتقال بين البروجيكت التي أعمل أنا عليها بكل شهولة مباشرة من خلال هذا المحرر إذن نقوم بتسطيب هذه الإضافة بعد أن نقوم بتسطيبها سنلاحظون ظهور هذه الأيقونة وهي الخاصة بهذه الإضافة نقوم بالضغط عليها نلاحظون حاليا ليس لدينا أي بروجيكت أو مشروع وقمنا بحفظه بعد في المحفظة هاته كيف نقوم بإضافة واحد جديد؟ إذن هنا نقوم هنا بالضغط على هذه الأيقونة هنا نلاحظ حاليا نحن في هذا البروجيكت إذن هنا نضغط على هذه الأيقونة هنا سنرى ما هي المشاريع التي قمت هنا بحفظها الآن كيف نقوم بالإضافة؟ نضغط على هذه الأيقونة هنا لكي نقوم بعمل سيف للبروجيكت إذن نضغط هنا نقوم بإعطائه اسم هو إفتراضيا يأخذ اسم المجلد الخاص بهذا البروجيكت ويمكننا نقوم بتسميته كما نشاء إذن أنا سأتركه كما هو ونضغط على إنتر إذن نلاحظون ظهر لدي هذا المشروع tailwind أيضا نلاحظون سيظهر لنا ما هو المشروع الذي نحن فيه حاليا إذن نحن على tailwind الآن نقوم بالضغط على هذه الأيقونة مجددا سنلاحظون تم إضافة لنا هذا المشروع بعض المعلومات عنه مثلا هنا الـ name tailwind هنا الـ root path أين يوجد هذا المجلد أو المشروع وهنا لدينا مثلا الـ enable هي true هنا نقوم بكتابة false هنا سيختفي أما إذا كان true فهنا سيظهر إذن نقوم بإضافة هذا المشروع نقوم بفتح مشروع آخر ونقوم بإضافته إلى الـ project manager إذن نأتي هنا على open recent نأتي مثلا على dart طبعا نقوم بالتحذير لدورة dart إذن بهذا الشكل نأتي على هنا الـ project manager نضغط على هذه الأيقونة هنا يكي نقوم بعمل save للـ project وسميه dart إذن كما نلاحظ الآن لديه dart ولديه tailwind حاليا نحن على الـ dart أريد مثلا أن أنتقل إلى الـ tailwind فقط أقوم بالضغط هنا على هذا المشروع وسيتم التحويل من dart إلى tailwind كما نرى هنا إذن كانت هذه أولى الإضافات المفيدة والتي أقوم بإستخدامها نرى الإضافة الثانية وهي الـ auto rename tag إذن لدينا هذه الإضافة نقوم بتصطيبها الفائدة من هذه الإضافة هي أنني مثلا هنا لدي مثلا tag في الاجتعمال وقمت مثلا بكتابته بشكل خاطئ وأريد أن أقوم بالتعديل عليه طبعا هناك بعض الـ tags التي لديها وسم البداية ووسم النهاية نلاحظ هنا عندما نقوم بالتعديل على وسم البداية أيضا سيتم التعديل على وسم النهاية بدون هذه الإضافة كنا سنقوم بالتعديل هنا وبعد ذلك سنقوم أيضا بالتعديل هنا لكن بإستخدام هذه الإضافة فقط نعدل مثلا هنا في البداية أو في النهاية وسيتم أيضا اعتماد التغيير في الجزء الآخر إذن هذه الإضافة الثانية وننتقل إلى الإضافة الثالثة وهي الـ bracket color bracket pair colorizer 2 إذن نقوم بتصطيب هذه الإضافة أيضا من الإضافات الجميلة هذه تقوم بتلوين لنا الـ brackets حتى نستطيع أن نحدد يعني في أي مجال نحن نعمل يعني نلاحظ هنا لدينا هذه الـ bracket هنا باللون البنفسجي هنا أيضا بالبنفسجي هنا لدينا scope آخر أو block آخر موجود داخل هذا الـ block الأساسي إذن تم تلوينها باللون الأزرق الفاتح هنا يعني حتى نستطيع التمييز بين البلوكات الموجودة يعني لو يكون لدينا يعني كود كثير ومعاقد فيمكن لهذه الـ bracket أن تسبب لنا بعض المشاكل على سبيل المثال مثلا قمت بحذف bracket بشكل خاطئ أو بغير قصد فهنا من خلال ألوان نستطيع تتبع هذه الـ bracket ونعرف ما هو الجزء الذي ينقصه الـ bracket إذن كما نلاحظ تحتوي على عدة ألوان الـ bracket أيضا يتم تلوين الأقواس هنا ويتم تلوين الـ bracket أيضا وحتى العواقف أيضا يتم تلوينه إذن كما نلاحظ بهذا الشكل ننتقل إلى الإضافة الموالية وهي الـ indent rainbow أيضا هذه الإضافة شبهة بالإضافة السابقة الهدف منها أنها تقوم بتسهيل لنا عملية قراءة الكود وإذن نستطيع أن نميز بين البلوكات الخاصة بكل كود نراحل مثلا هنا لدينا هذه الـ while تحتوي على البلوك الخاص بها أيضا لدينا هذه الـ while تحتوي على البلوك الخاص بها ولدينا هنا الـ for loop أيضا تحتوي على البلوك الخاص بها وطبعا كل البلوك يأخذ لون مغاير عن البلوك الآخر يعني فقط حتى تسهيل لنا من عملية فهم الكود وفهم كيف هو شكل الكود إذن كانت هذه الإضافة الرابعة ننتقل إلى الإضافة الخامسة وهي الـ indicator أيضا شبيهة بالإندنت رينبو نلاحظ هنا يعني عندما نقوم بالتحديد يعني أي البلوك نقوم بالعمل إليه هنا نلاحظ هذه الأسطور العمودية هنا يتم تلوينها وهذا يمكن إضافة لنا في أي بلوك نحن نعمل يعني الثلاث إضافة السابقة التي قمت بتكلم عنها مفادها أنها توضح لنا في أي مجال نحن نكتب الكود أو نعمل عليه إذن أيضا هذه إضافة مفيدة إضافة نص ابترافي عادة كنا نذهب إلى المتصفح ونذهب على اللوريم وأقوم بعمل مثلا copy لهذا النص هنا وأقوم بعمله paste بهذا الشكل وكل مرة أحتاج أنني أقوم بعمل مثل هذه الخطوة سأذهب إلى هذا الموقع وأعمل copy ونأتي على المحرر وأعمل paste إذن تم عمل هذه الإضافة لكي تحل لنا هذا المشكل نقوم بتصطيبها بعد ذلك هنا فقط نكتب اللوريم بهذا الشكل ونضغط tab كما نلاحظ هنا سيتم إضافة لنا هذا النص نريد أن نضيف مرة أخرى إذن نكتب اللوريم ونضغط على tab وسيتم هنا وضع لهذا النص الافتراضي بهذا الشكل إذن هذه من بين الإضافات التي يقوم باستخدامها عادة عندما تعامل مع الـ HTML وأخيرا لدينا الـ Polar Code إذن هذه الإضافة هي تقوم بأخذ صورة لـ Code الذي نعمل عليه على سبيل المثال وجهتني مشكلة فأريد مثلا لشخص أن يقوم بمساعدتي فلدي أحد الحلول أنني أقوم بتحميل له الملف وهو يقوم بنفسه بفتح هذا الملف ويقوم بقراءة الكود لكي يقوم بإيجاد الخطأ أو أنني مباشرة أقوم بعمل Copy للخطأ وأقوم بإرساله له وسيكون شكله غير منظم ويمكن أن لا يفهم وبطبع لن يستطيع مساعدتي إذن هنا نستخدم الـ Polar Code لكي نقوم بأخذ صورة مباشرة لـ Code الذي نعمل عليه وفقط نقوم بإرسالها للشخص الذي نريد منه المساعدة على سبيل المثال على سبيل المثال لدينا هذا الكود وأريد أن أقوم بعمل له أو أقوم بأخذ صورة له إذن هنا نأتي على الـ View Command Palette وهنا نكتب Polar Code نضغط عليها هنا سنحتاج إلى عمل Copy للـ Code نعمل Ctrl-C نلاحظ مباشرة نقوم بتحديد الكود وأوتوماتيكيا سيتم إضافته إلى Polar Code هنا إذن كما نلاحظ بهذا الشكل هنا فقط نصغير حتى نحصل على الشكل المرتوب مثلا بهذا الشكل إذن هذا هو الكود سيتم حفظه بهذا الشكل تماما أو حاليا نسنا بحاجة إلى هذا الملف إذن سيتم عمل صورة لـ Code الخاص بهذا الشكل ونضغط هنا وسيتم عمل صورة لـ Code هنا نقوم بتسميتها نقوم بحفظها في الـ Discutor مثلا نعمل Save ونلاحظ هنا لدينا Code.png نقوم بالدخول عليه ونلاحظ هنا تم عمل صورة للـ Code والآن نستطيع أن نقوم بمشاركة هذا الـ Code إذن كان هذا الجزء الأول من الإضافة التي يقوم باستخدامها أنا شخصيا في محرر Visual Studio Code نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته